موضوع ينضم معنا مباشرة المهندس فؤاد ويتويت مرشح مدير عام الشركة العامة للصناعات النسيجية والجلدية بداية مرحبا بك اتهامات طالت شركات وزارة الصناعة خاصة فيما يتعلق بالانتاج المحلي كصفقة الخيام المستوردة التي تجهزها الوزارة للوزارة الدفاع على انها محلية ما تعليقكم على الموضوع تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الميامين وأصحابه الميامين كتابنا أني المهندس الاستشاري فؤاد رحيم ويتويت مرشح مدير عام الشركة العامة للصناعات النسيجية والجلدية تمت مصادقة موجب مصادقة مجلس الوزراء في ٢٨٠١١٨ على تعيينه ٨٨٨ مدير عام في كافة وزارة العراقية وكتابه ضمن وزارة الصناعة والمعادن تعيين مدير عام الشركة العامة للصناعات النسيجية والجلدية هذا الأمر صدر في ٢٨١٧ ١١١١ بعد فوز سيد دكتور عادل عبد المهدي قمت أكثر من طلب لم أحصل على أي نتيجة أنه وضع الملفاء المصادقة مجلس الوزراء تحت اليد وقدمت أكثر من طلب سيد رئيس الوزراء ولما حصل على مقابلة لوجود برنامج لبناء الصناعة العراقية وبناء الشركة العامة للصناعات النسيجية والجلدية قمت بعد ذلك بالذهاب إلى وزارة الصناعة والمعادن وقدم من طلبي إلى سيد معادل وزير الصناعة الدكتور صالح الجبوري وقدمت برنامج عامل بناء الصناعة العراقية البنامج يتضمن أول شيء إن شاء 15 معمل خياطة في كافة محافظات القطر لتشغيل الشرائح المهمة هو أول شريحة الرامل الأيتام المطلقات معوق الحرب طيب ماذا كان الراد؟ بس اسمح لي بهذا الموضوع أرجاء اسمح لي أغريك كلمة قدمت طلبي سيد معادل وزير هذه الشرائح المهمة لازم تشتغل لأن البطالة بالعراق أكثر من 8 ملايين شخص أنت بالعراق عندك 8 ملايين خريج كلهم بالشوارع كلها يهجر بالشباب خارج العراق قدمت هذا الطلب للتشغيل وقدمت أيضا تشغيل إنشاء مجمع صناعي في كافة محافظات القطر مستحيش محافظة تشغيل الصناعي كافة لخريج الكليات والمعاد والإعداديات والمدارس المنتهية وقدمت أصلا بعد ذلك الموضوع قدمت كل محافظة بناء وإنشاء 26 مصنع لتشغيل البطالة أصطور أنت شهادة بالعراق ما لها قيمة بعد طيب هذا معروف سيد فؤاد لكن النتيجة النتيجة أنا أعطيك النتيجة أنا بس أطني الفكرة أصطور أعطيك بس لهذه الفكرة أصطور إحنا بمحاضرة بابل رأس الصحة بابل أصطور أنت مهندس زراعي خريج كليات علوم مهندس معمارش تقول منظف إلى متى وصلنا المرحلة سبب البطالة سبب صناعة ما عدت صناعة المهم قدمت هذه الأوراق كلها سيد معاني الوزير الصناعة طيب وقدمت اختلاص أموال الدولة في شركة عامة صناعة نسيجية وجلدية أكثر من 200 مليار دينار عراقي كل هذه ولم حصل أي نتيجة لحد الآن طيب نعم من هي الجهات المستفيدة من يعني إبرام مثل هكذا عقود وإستيراد بضاع من الخارج أنا أمطيك أنا أمطيك إرجاع المصانع المتوقفة الموجودة في العراق يعني أنا أمطيك فكرة نعم نحن مع الأسف مع الأسف كل شي غالب العراق بس عندنا الوطن صار رخيص الوطن رخيص مع الأسف نحن نحن ابني الوطن نحن صناعة وزاعة الصناعة بها 75 شركة هذه 75 شركة كانت جديد قبل 2003 ملايين العمال يشتغلون هسا كل الملايين كلها بطالة بالشارع سبب أنا أرطيك فكرة عن اختلاص المتوقفة دولة أرطيك فكرة يعني تجهيز عقود الدفاع والداخلية والأمن كل التجهيزات ملابس أساس بين وزاعة الصناعة والمعادن شي يسوون بالوزاعة الصناعة شي يسوون يطل حسب المئة للمصنع وتسعين بالمئة يجبون من الصين يعني هذه تضاف إلى الجلود والخيم أيضا ملابس مزارة الدفاع لا انتبع ما أعمل إنتاج حفاظات الأطفال بالديوانية أسأل علي 17 مليار دينار عراقي لحد العام 2010 لا أشغل لا دقيقة وعدة يعني ما أعمل إنتاج حفاظات عراقية ما أكو أصلا ما أعمل ما هو أصلا ما أكو ما أعمل انصره في 17 مليار ما أكو طيب الحالة الثلاث أعطيك سيد الإعبادي أمر من الدفاع عقد وزاعة الصناعة بإنشاء مصنع إنتاج القماش قاموا مصنع 24 مليار مصنع نسيج الحلة ولا ثانية يشتغل ولا ثانية قام يسوون عدم ولد عدم شخص ابن الصين اسم يان قصيني يجيب قطع قماش بكتب حيا الشركة عما الصناعة تنسيجه وجلدية ابن الصيني يجيبه ذبا وين بالمصنع ثم انتجوه عمي والله خجل بالله خجل طيب يعني تطور الصناعة الوطنية لا قصناعة لكلها يحلل مشاكل ونسبة كبيرة من مشكلة البطالة برايك من جهة الصناعة سيد فؤاد من الجهات اللي تقف وراء تدهور قطع الصناعة سبب المحاسسة هاي المحاسسة المقيتة اول شي وزير الصناعة رجال رجال اختصاصة كيمية دكتورة بالكيمية ما العلاقة بالصناعة نهائيا سبب المحاسسة المحاسسة المقيتة الكافاتة العلمية بالصناعة تكونها طفلها ما خليك تشتغل تقدم شي للوطن ماذا تقدم كون شو يتقدم احنا احنا مهندسيين اساس اساس صناعي الهندسة ما اعطي لمهندس عراقي كلهم شدوا كلهم طلعوا خاج عراق احنا من الناس احنا فقط الفساد يعني مثلا هل نستطيع القول ان هناك دور للجهات الخارجية بقاء القطاع الصناعي العراقي على وضعه حتى استورد منعدهم اخي بس اقول لك شغل وحده الصناعة العراقية سبب المحاصصة محاصصة محاصصة احنا احنا غيرة غيرة على وطن ما عندنا صار بعد غيرة ما اكو ليس الكل سيد فؤاد ليس الكل انت مو لكل غيرة ساعدنا وطننا انا اجي وزير اجابة تقول له هاي اكو اختلاسات غير الاختلاسات يشوفها غير يطلع عليها المفروض يحترمك زين سيد فؤاد حضرتك ذكرت وتحدثت عن هذا الموضوع او اكو مذكرة من قبل الوزارة عليك نعم من قبل الوزير نعم يعني شو رح تتعامل مع هذه المذكرة المذكرة انا اطيق فكرة السيد معاني الوزير الصناعة انا ما قدمت كاميروش مدير عام شركة عام انا ما قدمت ما اقدم وزير صناعة الوزارة اما لأساس مول دكتور صالح الوزارة تابع اما الابو مازم احمد الجبوري احمد الجبوري النائب احمد الجبوري النائب العفو احمد الجبوري عفوان النائب احمد الجبور ممثل منه اسمه ابو شمس من هو هذا ابو شمس معتصم مدير المكتب السيد الوزير طيب انا قدم على اقعلم المعتصم محتصم ممن يروح يومافك هل ساوموك على مادة أنا قدمت أراقي قدمت أراقي موافقة قيابة تعيين معاون مندير عام يأخذ موافقة من أبو مازين من أحمد الجبوري بعدين وديها الوزير الفكرة أين؟ لمدة المكاتب هاي سبب المحاصصة هاي المحاصصة المقيتة هاي المحاصصة سببها هاي وليدت هاي الأشياء إنت أسهل وزارة الصناعة من وزير الصناعة يقول لك أبو شمس معتصم يعني الأرقام اللي طالبوك بها حقيقية هاي المبالغ مثلا وكذلك بقية المرشحين لإدارات عامة مثلا اسمحني استاذ لا حتى نحكيها قدام تدريت قناة الرشيد أساسا سباقة وناقلة للحدث أولا بأول نحن نريد نتشف للرأي العام مو فقط جنابك أي شخص عدة أيضا وزارته وهذه قناة الرشيد مفتوحة حاليا وغاية الصناعة والمعادن أي شغلة عندك تحلبه الشمس ما تروح للوزير أبو شمس أبو شمس أبو مازن أبو مازن حلوة ربط ميدة هذا يتعين هذا ما يتعين دفهم قزي الوسطاء دخلها هواية سيد الوزير ما بيدا شي سيد الوزير جاء عبارة عن وزير بس يعني إستشتد أي شغلة تروح لأبو مازن ما تروح السيد الوزير يعني هناك في داخل الوزارة شخص خفي هو الذي يقود الوزارة أبو مازن بعيدا عن الوزير نفسه طيب رئيس الوزراء بحسب وثيقة انتشرت في وسائل الإعلام نعم يعني جمت صلاحيات وزير الصناعة في تعين وعفاء ذوي المناصب العليا نعم يعني شنو السبب برأيه والسبب هي هاي بيع المناصب بيع المناصب ما بين الوزارة انت مو بس المناصب يعني من وصلة رئاسة الوزارة هاي الأمور كلتها يكتب فقط بالتجميل مو بس هاي نعم اسمح لي سبب الاختلاصات المطبيعية بوزارة الصناعة تحولت وزارة الصناعة من قطاع صناعي لقطاع مقاولات هاي المشكلة شعب ماكو اصدر اعطيك فكرة الشركة عامة صناعات التنسيجية والجلدية شر هاي المظاهرات مظاهر شنو ضد الفساد ضد الفساد بالشركة آخر شي راح اول سيد الوزير آخر شي قبل سموعه ثلاثه رابوا بالخلاطي من المياه جاب مكافحة الشغف عليهم على المصدر اكو وزير ضد متفاهر شركته ليش ليش وظال ناس ظال ناس يدعيشون ماكو تحويل الصناعة العراقية الى مقاولات طيب عدك عدك وثائق ايضا مثلا تكشف مدى الفساد اللي موجود بالوزارة وحب ذات انطينا اياها بالارقام ان شاء الله ان شاء الله ادعو مناشدة من قناتكم الكريمة الى مناشدة اللي سيد رئيس الوزارة دكتور عدد من المهدي المحترم اللقاء مع ممثلين الشركة العامة صناعات ناسيجية والجلدية ادعو ادعو ملفات اكثر من 200 مليار دينار عراقي انا اطيق بعد الملف اكبر من هذا ادعو ملت ادعو ملفات الاختلاسات كلها راحت النوبل ملف شنو استطاعم الموظفين المتقاعدين من 2011 ل2019 للم تسلم الى المصارف مصرف الرافجة محظة بابل المتقاعدين ما مسلم الى حد الان والموظف خافت الاعتقاعد طيب العمال ساكتين لو عدهم يومية مظاهات يومية مظاهات بشنو يعني مع الاسف مع الاسف السكوت على هالمظاهات ويوم السابط ان شاء الله اكون مظاهرة قوية ان شاء الله مكتب سيد القائد مقتدر صدر يوم السابط اعتصام كل جميع الطبقة العاملة في وزارة الصناعة ووزارة الصناعة وشركة عامة الصناعات والنسيجية وجدية حلة كربلة الديوانية يعني يتوجهون الى اين هذه المظاهرة يرون الى مكتب سيد مقتدر صدريش حتى يناشد رئيس الوزراء لان جزعوا لا يقدروا رئيس الوزراء لان سيد مقتدر ضد الفساد وقامع الفاسدين من خلاله يوصل صوته الى سيد عبد المهدي المحترم سيد عبد المهدي المحترم ان شاء الله ان شاء الله بقوة يغضع على هذا الفساد المالي والإدارة موجودة في الوزارة الصناعة ان شاء الله طيب سؤال اخير لو سمعت لو كنت مكان الوزير جنابك ما الذي ستفعله لانقاذ الواقع الصناعي في البلاد اول عملية اول عملية اغضع الفاسدين كل الفاسدين اذا مثلا الكثير لديه سلطة سياسية وسلطة حزبية بس انتبه عليها اول عملية اغضع الفاسدين ومو اوديهم للنزاهة ازيني شواربهم داخل المصانع ومشيهم وحطوا محلة الاوساخ حتى سلطة عبر غيرهم هاي اول عملية والثانية اكمال المشاريع المتعثرة وانشاء مصانع عندك بطالة يا اخي عندك بطالة عندك مهندسين اكثر من 200 الف مهندس بالشارع مهندسين ميكانيكا كهرباء معمان كلها بالشوارع احنا دولة احنا وين قاعدين بغابلة بدولة احنا بدولة مو غابلة احنا دولة بناص احنا اول ناس نبني دولتها ان شاء الله بقوة عزيمة الاخوان بقوة عزيمة سيسي الوزراء بناص نرجع ونقول هل العراق خلا من الكفاءات والشخصيات اللي قادرة انه تقود هي اساسا يعني حتى وان كانت في داخل الوزارة يعني جنابك وكثير مثلك يعني ينطقون الحق ويقولون اخي اخي جزعوك 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 ما يخذوك تشتغل ما يخذوك تنتج يطعو لك مشاكل من جو القاع بحيث متى وصل الهدف المشهود احتم هدفنا المشهود ومناء صناعة والقضاء على البطارة يعني على سبيل المثال اذا كان عندك اتصال بابو مازل ممكن انه يثبتوك مدير مدير عام انا لا اريد المرصد انا مو هذا المرصد احنا كعراقي نقضع الفساد او المره وبعدين نتحين هذا الفساد المستشري الفساد مو طبيعي التصور انت موفر فيه صارم شهرين الشركة عامة صراعات الاسيجية والجلدية مظاهرات مستمرة اخر شيء بالوزارة مرتي راحوا بالوزارة ضبام خلاطيم المياه انت شايف وكيل خلاطيم يضربوا الموظفين مالتهم تستمع تقول له شبيك تستمع عليه شوف شين هذا البوق شين هالسرقات حتى يفرقوهم بعدين قاموا يطوب مغريات الموظفين يا باس كنت احتنقلك احتجيبك اعطيك ليه يا شتي يبني صناعتك ما هي بها بلدك شوك تبني بلدي شوك تبني بلدي اذا البلد مهدم شوك تبني انا انا مهندس اذا ما ابني اليوم باش قدر عمه وقدر عمه بعد انت يمكن ما رح يخلوك تبني استاد فؤاد لكن حتى كلمة اخيرة هس منه ديقود وزارة الصناعة نعم بالضبط بالاسمانطين اياها نعم منه ديقود الوزارة هل الوزير نفسه ام منه لا يقود ابو شمس معتصم ابو شمس استاد معتصم ويقود الوزارة المتابع ابو شمس هو استاد ابو ماثن نعم احمد الجبوري هو الوزارة احمد الجبوري نعم المهندس فؤاد مرشح مدير عام الشركة العام للصناعات النسيجية والجلدية كنت معنا وعلى الهواء مباشرة شكرا جزيلا لانضمامك شكرا 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 شكرا